مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الثاني الدرس الثامن أنوان الدرس القصاعد الفكاهية قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب هيجي فيسبوك على استعطاء حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس اليونت الثاني الدرس الثامن القصاعد الفكاهية بالبداية يقول لي write a lemuric for the school magazine اكتب قصيدة فكاهية لمجلة المدرسة you can do it يمكنك فعلها try فقط حاول قبل ما أبدي بشرح القصيدة الفكاهية هذاني الأنشطة أو القصيدة الفكاهية القصائد اللي رح ينطينيها عبارة عن أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد رح نتعرف على الشياء جديدة أو فقرة جديدة اللي هي فقرة القصيدة الفكاهية يقول لي listen and read استمع أما تستمع المقطع الصوتي أو الأستاذ يقراها هاي القصيدة الغنائية ذنين أدنى قصائد غنائية يقراها هذن الأستاذ الداخل الصف وحاول أن تتقراها بعدها then complete the rules below ثم أكمل القانون أو القاعدة اللي تمشي بيها القصيدة الفكاهية بالبداية رح نقر القصيدة الفكاهية نوضح مفرداتها وبعدها نتعرف على شون يتم عمل القصيدة الفكاهية شون القانون اللي تمشي بيها القصيدة فبالبداية يقول لي there once was a girl from pyro who was trying to paint her roof blue she felt a bit faint and spilt all the paint so now she will be needing a shampoo شوف هنا ناشي يقول لي يقول لي هنالك فتاة من pyro كانت تحاول أن تصبغ السقف blue أزرق لاحظ شغلة pyro blue نفس النهاية أو نفس القافية اللي تنتهي بها كل بيت شعري يعني هنا ندي يقول لي أن الشطر الأول والثاني نفس القافية شوني يعني نفس القافية؟ يعني نفس النهاية الصوتية للكلمة pyro و blue وراها she felt a bit faint شعرت بالدوار and spilt all the paint وأسقطت أو سكبت كل الصبغ شوف هنا الثالث والرابع نفس القافية إذن الأول والثاني نفس القافية الثالث والرابع نفس القافية faint paint أما الأخير so now she will be needing a shampoo تحتاج الآن إلى شامبو شوف هنا نلاحظ للصورة أن الصبغ وقع على شعرها لذلك تحتاج شامبو على متنظفة لاحظوا أن السطر الأخير اللي هو السطر الخامس أو الشطر الخامس أو البيت الشعري الخامس رجع على نفس القافية مع البيت الشعري الأول والثاني إذن الأول والثاني والخامس بنفس القافية والثالث والرابع بنفس القافية زيان كم بيت شعري؟ لازم تتكون القصيدة الفكاهية من خمسة أبيات شعرية خلنجن بعد ناخذ قصيدة ثاني ونتأكد there was a young man from tybit الشطر الأول الشطر الثاني الشطر الأخير نفس القافية نفس النهاية الصوتية والثالث والرابع نفس المقطع الصوت النهاي نستخرج قاعدة القصيدة الفكاهية فراغ قصيرة كلمة poem معناها قصيدة قصيدة قصيرة فيها فراغ أسطر لاحظنا أنه عبارة عن خمس أسطر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة وكذلك القصيدة الثانية إذن الكلمات الأخيرة في الأسطر أو في الأبيات الشعرية الأول وفراغ وفراغ are rhyme بنفس القافية الأبيات اللي موجودة بالسطر الأول وبعد ياسطر يشابهها بنفس القافية الأول والثاني والخامس إذن أقول أول وثاني وخامس The last words on line three and for are also rhyme أما نهاية الكلمات في الأسطر الثالث وشنو؟ والرابع كذلك نفس الرائم، نفس القافية الأمرك is always for القصيدة الغنائية دائما ما تكون فراغ لاحظوا أنه من خلال القصيدة الغنائية لاحظنا أنه هاي وقع على شعارها وهذا كان يتخيل أنه هاي البزونة فالشي سحري لكن بالأخير طلعت أنه شادة هذه الأجنحة بخيوط فهي هاي عبارة عن قصيدة مضحكة فأقول الأمرك is always funny القصيدة الفكاهية غالبا ما تكون funny مضحكة هذا ما يخص الفقر الأولى من كتاب الطالب نضطيني قصيدتين غنائيات وراحنا الأستاذ بداخل الصف ورجعت قراتهم بعدها استخرجنا القاعدة مع كتابة القصيدة الفكاهية وراها ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي read the jumbled limerick can you put them in the correct order يقول لك اقرأ هذه القصيدة الفكاهية لكن هنا أنا من طنيا هنا بأسطر مباثرة تقدر ترتبهم؟ احنا عرفنا الترتيب مع القصيدة الفكاهية عرفنا أن الأول والثاني والخامس بنفس القافية إذا ترجعون ركزوا يا ايا إذا ترجعون دائما القصيدة الفكاهية تبدي ب there once once one upon a time كان هناك كان يا ما كان بنفس الطريقة إذن القصيدة الفكاهية غالبا ما تبدي بهذه فأنا أعرف أن السطر الأول يبدي ب once إذن هذا السطر الأول once أو I once met a spider in a corner إذن هذا الشطر الأول بعدها بما أن السطر الأول والثاني والخامس بنفس القافية إذن أروح أشوف الكلمات أو الأسطر اللي بتنتهي ب E-R أدنا warmer وعدنا cooler دعنا نشوف مرة أو مرة من المرات قابلت عنكبوت في الزاوية شوفوا هنا أنا شين السطر الثاني والذي قال قال لي هذا العنكبوت أنه يشعر بالبرد أكثر فأكثر لو العنكبوت أصبح دافئ أكيد الصدر الثاني قال لي أني أبرد أكثر فأكثر وراها السصدر الأول والثاني بنفسي القافية الثالث والرابع يختلفا إذن أروح أشوف أما هذا أو هذا خلني جي نشوف شغلت أو قمت بتشغيل المدفعة لو عملت وكأنه علاج بما أنه قال لي أنا أشعر بالبرد إذن ألقيت للمدفعة إذن السطر الثالث هو هذا وراها الثالث والرابع نفسي القافية إذن الرابع هذا إذن أقول قابلت عن كبوت في الزاوية قال بأنه يشعر بالبرد أكثر فأكثر شغلت المدفعة عملت وكأنها علاج له والآن العنكبوت أصبح أكثر دفعا خلصنا للفقرة الأولى أو القصيدة الغنائية أو القصيدة الفكاهية الأولى الآن ننتقل للقصيدة الفكاهية الثانية نفس الطريقة أجي شوفنا نكاتب لي one day في يوم ما أو نحن دائما نقول كان يا ما كان إذن السطر الأول هو هذا One day I was talking to a chicken في يوم ما كنت أتحدث إلى دجاجة شوف هنا أنا السطر الأول انتهى بإيان فأروح أحاول ألقى سطر يمتهي كذلك بإيان أجي أشوف أما هذا أو هذا نجي نشوف في يوم ما تحدثت إلى دجاجة It ended up in the kitchen انتهى الأمر في المطبخ It said it wanted to be a pigeon قالت بأنها تريد أن تصبح حمامة هذا أكثر خيار مناسب إذن السطر الثاني تحدثت مع دجاجة قالت بأنها تريد أن تصبح حمامة وراها لازم الثالث والرابع بقافية مختلفة It wanted to fly أرادت أن تطير Don't ask why لو لا تسأل لماذا أكيد قالت له أنا أريد أن أطير لماذا؟ لأنها قالت لأنا أريد أن أصبح حمامة على موضة أطير وراها Don't ask why ولا تسأل لماذا والسطر الخامس يرجع مثل ما قافية السطر العول والثاني It ended up in the kitchen وانتهى الأمر بها في المطبخ يعني هو كان يتحدث مع دجاجة قالت لأريد أن أصبح حمامة أريد أن أطير ولا تسألني ليش وراها الأمر انتهى بها بالمطبخ لأنه ما تتحول لحمامة أكيد هذا ما يخص تمرير رقم واحد كذلك هذا النشاط الصفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد يريد أن يرتب أشطر القصيدة الفكاهية مثل ما تعودنا بقانون أو قاعدة القصيدة الفكاهية ننتقل إلى تمرير رقم ثلاثة Complete the lemuric أكمل القصيدة الفكاهية Use the word from the boxes باستخدام كلمات من الصندوق طبعا هذا التمرين بعض الشيء مهم مثل ما هو يجيني على شكل اسقاطات من الممكن أن تجيني أحد جمل هذا التمرين على شكل اسقاطات أما هو أستاذ مهم جدا بالامتحان التحريري لا لأنه أكثر من تمرين اسقاطات بكل unit ولاحظنا أنه بعض التمرين جدا مهمة لأن تكون مواضيعها شاملة وكلماتها أصعب أما هذا فهو كلماتها بسيطة فنادرا ما يجيب الامتحان التحريري فلكن من الممكن أن يجيني بسؤال اسقاطات نجد نترجم أول شيء الكلمات Boy معناها ولد Clock معناها ساعة Cry معناها يبكي Day معناها يوم Eight معناها ثمانية Kuwait بعد هي دولة الكويت Late معناها متأخر School معناها مدرسة Teacher معناها مدرس Why معناها لماذا الآن نجي نرتب القصيدة الغراعية There was a young Farag From Farag كان هناك Farag تعزم السطر الثاني كذلك ينتهب أول شيء يقول لي Who got to Farag every day يذهب إلى فراغ كل يوم شون كلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة school يذهب إلى المدرسة كل يوم إذن الكويت كذلك نوخرها وكلمة school كذلك نوخرها يذهب إلى المدرسة كل يوم فراغ شون كلمة المناسبة للفراغ يذهب إلى المدرسة Late متأخرا Late هو المتأخر شوف هناك Wait late نفس النهاية الصوتية When his farag asked عندما سأله فراغ عندما سأله مدرسه When his teacher asked سأله سأله why عندما سأله مدرسه لماذا لماذا تتأخر نعمل الwhy نوخرها كذلك He replied with a farag انتهى السطر الثالث بwhy لازم نفس الشيء همعنا السطر الرابع نفس النهاية الصوتية He replied with a farag رد عليه بكراي رد عليه ببكاء My farag always wakes me At farag فراغ دائما ما توقضني At farag الكلمة الأولى أو الفراغ الأول My clock ساعتي ساعتي دائما ما توقضني شتوقضني At في At 8 في الساعة الثامنة رجعنا بالسطر الأخير أو الشطر الأخير بنفس قافية الشطر الأول و الثاني Kuwait late 8 Y cry هذا ما يخص القصيدة الفكاهية الأولى أما بالقصيدة الفكاهية الثانية فنلاحظها من أن نترجم الكلمات war معناها ممل door معناها باب house معناها بيت جايبور هي مدينة man معناها رجل right معناها حسنا تجي وتجي معناها حق إلى آخره wall معناها جدار white معناها أبيض woman معناها امرأة حسنا نسقطني كلمات بالفراغات المناسبة ف يقول لي there was an old فراغ كان هناك فراغ كبير شون يكلمة مناسبة الفراغ كلمة man كان هناك رجل كبير from من من مدينة اسمها جايبور وهكذا الجملة الثانية whose فراغ had green and blue الذي فراغ لونه أخضر وأزرق شون يكلمة مناسبة الفراغ his house whose house had green and blue الذي بيته كان فيه فراغ أزرق وأخضر شون يكلمة مناسبة الفراغ كلمة door الذي كان بيته فيه باب لونه أزرق وأخضر I said I like فراغ قلت له قلت له بأني أحب white أحب اللون الأبيض he said that's all right قال لي بأن ذلك حسنا but I think that white is a فراغ لكن قال لي أعتقد بأن اللون الأبيض is bore bore معناها ممل شوف هناك طلاب سطر الأول J poor سطر الثاني door سطر الخامس bore سطر الثالث والرابع white right بنفس القصيدة الغنائية بنفس القافية التي ينتهي بها كل سطر هذا ما يخص التمرين الرقام ثلاثة مثل ما وضحنا هذا التمرين بعض الشيء مهم من الممكن على شكل إسقاطات من الممكن تأتي من عدة جملة وحدة فحاولوا تنقلون المعاني وتعرفون الطريقة اللي ممكن نحل به هذا التمرين وتحفظوها ممكن تأتيكم بالمتحان التحريري هذا كان درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه أغلب أنشطة أنشطة صفية غير مهم بالمتحان التحريري والمتحان الشفوي قرأنا القصائد الفكاهية تعرفنا عليها تعرفنا على القاعدة اللي شون نكتب القصصة الفكاهية رتبنا جمالة القصصة الفكاهية وتعرفنا على التمرين الأسقاطات اللي ممكن يجينا بالمتحان التحريري حاولوا تنقلون هذا المعاني بالدفتر أو بالكتاب النشاط وتحضنوهن لأنه ممكن تجيكم بالسؤال الأسقاطات ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلنا على حسابات الموجودة معكم على الشاشة